بمسيرة المعرفة إذن في تبادل في شراكي في مشاركي كل ما بعرفك بعرف زيتي وكل ما بتعرفني بتعرف زيتك بين الخوف والرغبة الصراع كبير الرغبة هي علامة النعص اللي فيجي وحاشتي لكمل ذاتي الخوف بيتشفلي الضعف اللي فيجي وحاشتي إني أقوى الرغبة في المعرفة بتخلق فيي شوق إلى الآخر والخوف ممكن يكون عند خط حاجز بيني وبين الآخر وبين الشوق إلى الآخر والحاجز بيني وبين الآخر أنا بقيش صراع صراع كبير من ناحية بدي أحمي زيتي بس وقت اللي بيحمي زيتي متل كأني حطيت زيتي بحبس ما بقى في تواصل ومن ناحية بدي أتواصل بس أنا خايف من إنه الآخر يأزيني والإنسان ضمن هيدا الصراع بيعيش وهيدا الصراع اللي عم بيعيشه كل إنسان فيه إلو نتائج عملية عدم السئة بالآخر التردد في مواجهة الآخر عدم الصدق والصراحة لأني خايف منه وهيدا اللي بيولد الحروب والخصومات والقتل والانتقام وكل هاو ليه لأني عايش الخوف بس بنفس الوقت عندي الرغبة وعندي الشوق بالنهاية لوان رح أوصل هيدا هو السؤال الكبير لوان رح أوصل وبالنهاية شو اللي فيه رح ينتصر هل يطلع الخوف ورح أعمل حالي جزيرة وخصن وبرج وقلعة وفتح فيها طاقة صغيرة حتى كل واحد بيقرب صوبة ارشقه بسلاح الحجار أو بسلاح الرصاص أو بسلاح الكلمات أو بسلاح الكذب أو بسلاح الخداع ما بعرف بيق سلاح حتى باعده أو ققتله أو قوضي علي وفكر حالي أني ارتحت هوني السؤال الكبير هالصراع بين الشوق والخوف وهيدا الصراع أو بيوصلني أنه ادفن حالي بخوفي أو بيوصلني إلى قيامة حياة بتحقيق شوقي ورغبتي بأنه كن بعرف وكون معروف بأنه كن حب وكون محبوب و الله معكم ترجمة نانسي قنقر